اشتركوا في القناة 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 امها ايه اللي بتعملي المشكلة ديت انت مين واسمك ايه هو ده المرفض جي بتاع البرازاي طيب انا خدت دلوقتي منك وعرفت منك ان انت ابوك وامك واخواتك مش عارف انت بتشتغل ايه عايش فين عيشت حياتك ازاي روحت مدرسة ايه طيب دي اسمها ايه دي حياتك كذلك في البرازاي اسمها هاخد اللايف سايكل بتاعت البرازاي هعرف فيه رحت عاشت في حيوان بعدين عاشت في انسان رحت عملت ايه طول حياتها كده وانما جات وعملت للمرض اللي انا هدرسه النهار مش بصولوجي طول ما هي ماشية بقى عملت رحت في حيوان عملت له مشكلة رحت في انسان مثلا عاشت في البطن وعاشت في المصل هل هي عايشة ماشية كده مش بتفضل تدمر في الاماكن دي طبعا عملت بصولوجي في المكان انا هاخد البصولوجي بتاع المرض والكلينيكالبكيتشر هي ما عملتلي ايه دمرتلي اماكن في جسمي مش دوة تأثر علي وهيعمل لي اعراض لمرض ايه هي تسمعها دي الكينيكالبكيتشر اللي هتظهر على الانسان او هتظهر على الشخص ايه اللي جاله البرازايات دي ايه تاني الدياجنوزيس انا ما اروح لدكتور وعايزي شخصني بالمرض هيشخصني ازاي والطرق دي برضو دياجنوزيس والترييتمينت هعالجه ازاي والبرفينشان ازاي يقضي على البرازايات دي ماشي والستارز ايه اللي ستارز بقى دي دي حتة حبشكناك كده مزوادها بحيث ان نقط مهمة انت او ما تفتكر اسم الكلمة هتفتكر الجزء الخاص بي ودي طريقة هنراجع بي ماشي الاسئلة اللي هنسألها هنسأل اربع اسئلة عن الموضوع ان شاء الله يغطوا الموضوع وتبقى امسيكو سهلة وبسيطة ماشي يلا نبدأ بقى اول حاجة اقول لك الدزيز اسمه ترايكينيلوزيس يعني ايه ايه قلتي الفتيني بايه بالكلمة دي ترايكينيلوزيس دي معناها ان الانفليميشن بسبب ترايكينيلاز بيراليز اللي بيحصل في المصر طيب هما يعودوا بقى اللي يقولوا ان مرض اسمه انفليميشن المصر بسبب ترايكينيلاز بيراليز لا فسموها ترايكينيلوزيس بس فانت ممكن مثلا تنسى الكلمة دي تجي في الامسيكو ويقولك ايه علاج ترايكينيلوزيس تعرف على طول ترايكينيلوزيس اه دي كانت ترايكينيلاز بيراليز طيب انت قلتي لي هعرف المكان المشهورة فيه هي بتبقى في جميع انحاء العالم فور لدوائل بس بتنتشر في الاماكن اللي فيها الخنزيبة التاكل زي ما احنا شايفين في الصورة دي الخنزير هي مشهورة باماكن اللي فعل خنزي يعني الدول العربية اكيد هتبقى قليل جدا فيه دول افريقية قليل شوية اما امريكا بقى والبرازيل واسيا واوروبا طبعا هيبقى مشهور فيها البرازيل دي ندخل بقى عن المورفولوج المورفولوجي ده قلنا ايه لما جا ساكلمك هقولك امك ابوك اختك عندك كم اخ عندك ام اخت انا برضو هعرف امها وابوها والبت نفسها اللي عملت للمرض النهاردة صح يبقى هاخد النهاردة اضلت ميل واضلت في ميل ولارف طيب فين الاج فين السست فين الهاجات هم التلاتة دول اللي عندنا النهاردة اضلت ميل واضلت في ميل ولارف طيب الاضلت ميل ده الزكر الاب بيبقى أقصر من الأم والأضلت في ميل بتبقى ولادة ما بتجيبش إج يعني بتولد مش بتضيون وبتبقى أطول من الأب إيه ده إزاي الأم أكبر من الأب هي كده الأم أكبر من الأب وبعد ما بيتجاوزه ويخلفه وتطلع على الأرض وبتأمك لومه ويموت يعني ما شفتش أكتر من كده فإحنا هنعرف هتقول لي إيه الأرقام دي هقولك الأضلت في ميل طوله من 4% في 1.5 مليميتر الأضلت في ميل من 3.5 في 6% طيب يعني كده إيه أنا أحفظ أرقام دي لا مش هتحفظها ومش هيجو لك أصلا في الامتحان إنت هتعرفين الأضلت في ميل أطول ميل الأضلت في ميل زي ما باين في الصورة هاي آه دي الأضلت في ميل وادي الأضلت في ميل من أطول أكيد الأضلت في ميل ماشي واللارفة اللارفة دي بقى حكاية حكاية كده ماشي اللارفة دي بتبقى ملفوفة حوالين بعضها شايفين الصورة هاي اللي أنا هشاور عليها ملفوفة كيبقى هاي مش عارفك إن اللي هو اللي هو بتاع زبونش بوب ده اللي بتاع بسيط ولا مش عارف لا مش بسيط ما علينا المهم الحيوان اللي كان معاه كان الحلزون أو الحلزون كان هو الشكل ده هي بقى كويلد كده تحسي شبه الحلزون للكويلد اللي هو كان مع زبونش بوب شبه اللمونة كويلد شبه اللمونة إزاي شبه اللمونة ما انت ما تجي تفتح اللمونة بعد ما تشوقها بالنص كده انت بتعمل سلطة وعايز تعمل اللمونة على السلطة بتبقى من جوه شفال التشكيلات دي فهي اللارفة بتبقى ملفوفة حوالين نفسها بفايبر سيست والفايبر سيست ده شبه اللمونة ماشي نعرف ايه بقى النقاط المهمة في الاسلطة دي اعرف ان الفيميل ما بتجيبش لارفة ما بتجيبش ايج نو ايج ستيتش نو ايج ستيتش نمال ايه give bearest ولا ده ولا ده ماشي بتولد لنا ايه بتولد لنا اللارفة القضلة في ميل والفيميل اللي يتجوزوا ويخلفوا ويطلعوا لنا اللارفة اهي الكويلد حوالين نفسها اللي هي دي شكلها الاساسي ههو اللارفة دي ايه كل ده حوالي نفسها بشكل بفايبر السيست مدينا شكل ايه اللامونة لما بنيجي نفتحها ماشي والفيميل اكبر من الميل بس كده خلصنا السلايد دي وتمنى انها يكون ظهرت ليكو وضحت ماشي ندخل على السلايد اللي بعدها طيب نقول بقى اللايف سايكل اهم حاجة ما عندنا اللايف سايكل تفهم اللايف سايكل تخرج فاهم البرازيل فاهم التريتمين فاهم الكلان كلبكتش فاهم البرازولوجي تحل اي سؤال طيب فاهمينا بقى اللايف سايكل ماشي بسم الله دلوقتي احنا عندنا ده فار ده ايه ده فار وده ايه ده خنزير وده مين ده الانسان يبقى عندنا التلاتة عناصر فار وخنزير وانسان ماشي يعملون ايه دول بالراحة علي بالراحة الفار ده ماشي فيه فار اخوه صاحبه مات وتحلل يوم الفار طبعا بيكل حاجات قزرة ياكل ايه ياكل الكزرة ذات الفار دي الفار ده كان مصاب بالتراكنيلة بتاعته اللي هو مات وتحلل ماشي بقى يتحللو العضلات بتاعته يوم الفار ده ياكل بقى يتحللو الفار بتاعه فالفار ده بقى مصاب صح ولا لا بقى مصاب بالتراكنيلة بيرالس ليه كل العضلات اللي هي بتاعت الفار صاحبه اللي مصابة بالتراكنيل احنا قلنا ان هي بتروح تقعد في العضلات طيب يوم مثلا يوم ايه الفاردة يتحلل ويموت برضو صح صح يبقى كده الفاردة تحلل ويدين عضلة برضو متحللة في الارض كده بقايا قذرات وفيها مين المقرف اللي بيحب ياكل البقايا والقذرات مين البج البج هو اللي بياكل القذرات ماشي يوم الخنزين ياكل البقايا القذرة دي بتاعت الفار نفترض او ياكل الفار عماتا يعني ممكن ياكل الفار مباشرة او ياكل البقايا انا لغبطت الدنيا كده ماشي ايه هرسمها من جديد ايه دي هاو الفار بقايا الفار بتاعها او فار البج بياكله يبقى البج كالفار مصاب بالتراكنلا سبيراليس او كالبقايا فرن مصابة بالتراكنلا سبيراليس ماشي ماشي يوم بقى الانسان طبعا ياكل خنزير لحمة خنزير مش مطبوخة كويس لان لو هي مطبوخة كويس مش هتبقى مصابة يعني انا لو كانت خنزير مش مطبوخة او مش يعني مطبوخ كويس خلاص فالتراكنلا هتموت لكن هو هيكلها مثلا مجمدة بقى ويكلها كده مش مش هيسلقها كويس هيكلها تقوم تدخل التراكنلا سبيراليس وتدخل جوه جسم الانسان هتروح تعيش فين في الاسمو الانتستي ماشي دي العناصر الاساسية طبعا لسه هاشرح بالصفة ده عن كده بس اللي اعرفه ان العناصر الاساسية معي البج والرودنت الفران والماء التلاتة دول بيتعدوا بالتراكنلا ان الفار ممكن ياكل فار صاحبه محلل ومصاب البرازايت والبج ياكل فار محلل مصاب البرازايت او ياكل فار سالي فار عنده المرض بس فار عادي عايش ومين بقى اللي بياكل اللي بعد كده الانسان بياكل لحمة خنزير مش مطبوخة كويس ماشي طيب يعني ايه بقى الحاجة اللي هي اصلا بتعمل لي مشكلة يعني ما تدخل الانسان وتعمل مشكلة فيه ماشي دلوقتي الانسان كل ايه كل لحمة خنزير اللحمة اللحمة دي علش ايه اللحمة دي عبارة عن ايه اللحمة دي يعني عضلات طيب هو كل العضلات المصابة بالبرازايت دي العضلات ايه ايه الحاجة اللي موجودة فيها اللي مصابة بالبرازايت دي ايه اللارفة السيرد ستيتج لارفة السيرد ستيتج لارفة عايشة في العضلات بتاعت البيكس تدخل جسم الانسان جوا بطنه وتعمل مشكلة طيب اللارفة دي عملت ايه اللارفة دي عم راحت بطن الانسان في الانتستن هي اضلت ميل وفي ميل اللي احنا لسه احكيينهم في السلايد اللي فاتت اللي هم احنا قلنا الفيميل اكبر من الميل الاضلت في ميل والميل بيتجوزوا ويخلفوا ويطلعوا لنا ايه ما بتولدش اج ولا حاجة هي بتطلع لنا اللارفة ماشي يعني اللارفة نزلت جوا اللي اسمه الانتستن كبرت وبقتقضت منها ميل ومنها في ميل تقوم هما الاتنين يتجوزوا ويطلعوا لنا ايه اللارفة جديدة اللارفة جديدة دي تسرح كده جوا جسم الانسان وتروح في البلد بلد فيزل في الدم وبعد ما تمشي في البلد فيزل تروح تعيش في تعيش في المسلس بس وتفضل مستقرة في المسلس بس والانسان يجيلوا بمشاكل مشاكل في ايه مشاكل في الانتستن بسبب ان هي عاشت في السمول انتستن ومشاكل في المسل لان هي عاشت في المسل عاشت في الحاجتين دول طيب تقدر تحددلي من السلايد من الحكاب والحوارات اللي انا حكيتها دي ايه المكان اللي عاشت فيه اه هي عاشت فين الهبيتات في الاول في السمول انتستن عاشت في المسل برضو بس السمول انتستن الاساسي ماشي طيب تقدر تحددلي هو اصلا الانسان جاله المرض ده بسبب ايه اه اقدر حدد هو جال الانسان جاله المرض بسبب ايه بشو بسبب ان هو كان لحمة مش مطبوخة كويس لحمة البيج undercooked meat هو كان لحمة مش مطبوخة كويس دخلت جوا جسمه عاشت في الاسم الانتستن طيب الحكتين دولة انا عارفتوه طيب انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي الحاجة اللي دخلها الجسمي قلنا اللارف اللي عايشة في المصر اسمها سيردستيج لارفة في الاستريتد مصر ماشي والانسان كلها هو كان ايه كل ايه الحاجة اللي دخلت جسم الانسان وعدته يهو كان لحمة مش مطبوخة كويس بس اللحمة دي فيها ايه بس ايه اللي عادة الانسان فيها انسستت لارفة في الاستريتد مصر ماشي 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 لبا كده عارفتنا الانفكتيف استيج ماشي يعني الحاجة اللي عملت انفكشن للانسان ماشي طيب ما بما انا روح واخد عينة من المصر بتاعت الانسان بس خلاص هلاقي فيه اللي هي ايه اللارفة اللي هي برضو سيردستيج لارفة سيردستيج لارفة او البرازدب بتاعتنا النهاردة الموضة مؤقتة الانترميديات هوست فيه بيج وفيه رودنت الفران انا قلت ايه النهاردة بيج ورودنت ومان صح صح طيب ها بالديفينيتيف هوست المكان اللي بتعيش فيه اللارفة برضو اخر حاجة ممكن تستقر فيه برضو نفس الحكاية ممكن تفضل في المان تفضل في المان للاخر او البيج او الرودنت يعني مش ممكن اللارفة تفضل عايشة في الرودنت وتفضل موجودة لحد من هو يموت وخلاص ويتحلل خالص ومفيش حد ياكل بقايا بتاعته وخلاص وخلصنا اه يعني ممكن تبقى انترميديات هوست وممكن يبقى ديفينيتيف هوست ميروحش حاجة ثاني وكذلك في البيج ممكن يبقى انترميديات هوست وديفينيتيف هوست وفي الانسان كذلك صح ولا لأ صح يبقى 3 حاجات دول المان والبيج والرودنت معي 3 انترميديات هوست وديفينيتيف هوست ماشي ماشي اه فيه سلايد تاني مضحى الي اكتر انا عندي دلوقتي هذا عندي دلوقتي الإنسان هذا الإنسان هو فوق معلش دي عادي مدعي عليه كل كل المصل المصابة باللارف ماشي ماشي أوكي لما الإنسان كل المصل المصابة بستيرد استيج لارف صح ولا لأ صح تقوم اللارفة دي دخلة جوة جسم الإنسان وتطلع لنا في الآخر أضط ميل وفيميل الميل والفيميل دول يطلعوا اللارفة جديدة اللارفة جديدة ديت تقوم راحة في المشي في البلد وتروح على المصل وتعمل لنا مصلز برضو مصابة بالسيرد استيرد لارفة في الآخر بس هي نفس الحوار نفس الحوار معاي ما جبتش حاجة جديدة معاي ماشي ماشي طيب يلا نراجع بسرعة نراجع تاني على على السلايد ديت أوكي عندنا فار وخنزير وإنسان الفار يقوم يكلوا الخنزير الخنزير وهو مصاب بالسيرد استيرد لارفة الخنزير يصاب باللارفة برضو بتاعة التراكنين الاسبيرالة يقوم الإنسان يكل لحمة لحمة خنزير مش مصبوخة كويس مصابة باللارفة تقوم تدخل للارفة تروح جسم الإنسان تعمل لنا قضلة ميل وفي ميل يجاوزوا ويخلفوا ويطلعوا لنا لارفة جديدة تمشي في السيرجوريشن توصل لحد الماصل تعمل لي تعمل لي ماصلز ومصابة باللارفة ماشي الانفكتف السيرج قلنا السيرد استيرجي لارفة اللي موجودة في الماصل ضيج نسك السيرج برضو السيرد استيرجي لارفة اللي موجودة في الماصل طيب الهابيتات قلنا طيب المود طيب عندناه Life cycle The small intestine Definitive host قلنا المان وال و وال الثلاثة طيب Definitive host و Intermediate host ممكن يبو Definitive ممكن يبو Intrmediate طيب الامنفيروس اكلت لحوم الاتنين دول هما نفس الحوار رودنت وبيج اكلني دي رودنت واكلني دي بيج اكلني الكورنفيروس رودنت والامنفيروس بيج يبقى كده خلاص عرفت الهابيتات definitive host وintermediate host طيب infective stage قلنا اللي تدخل جوه جسم الانسان وبتعامل مشكلة stage lorva ماشي بس بيكون فين في الاسترياتة ناصل بتاعت الانيمال لانه هو كان ايه لحمة فنزين اما دايجنوكسك stage اللي انا باخدها من جوه جسمه عشان اشخص المرض اللي هي third stage lorva بس في موجودة في الاسترياتة ناصل بتاعت مين بتاعت المان ماشي ماشي دي النقطتين اللي مفروض نعرفهم الانيمال والمان مختلفين شوي المودفو انفكشن انجشن افرو او اندر كوكد بورك او ازر ميد كونتينينج لارفا ماشي تمام كده الحمد لله ندخل بقى على سلايد البعدها الباصولوجي ايه الباصولوجي قلنا ايه الباصولوجي ها طول ما هي اللارضة ماشية في سكتها عملت عملني مشاكل هنا وهنا عملها شفت انت ماشي بعربية ومشيت من هنا وهنا خبطت حتة عملت حتة صح هي نفس الحوار هي ماشية عملتلي مشاكل انا وانا بس بذكر لك قلتلك ان هي راحت عشت في الانتستين وبعدين مشيت في الدم وراحت عشت في الموصل يبا هي عملتلي مشكلتي في حتتين صح عملتلي مشكلة في الانتستين ومشكلة في الموصل فانا عندي الباصولوجي من قسم لحاكتين مسكولر لاستطائيع ماهل استطاعت أدلت فيميل اتغرستها في الميكوزة واهلام لقى جسم غريب centre سيئت غرستها في الميكوزة إنها Luxy اتمر ساعدSet بمقنبع بulu هذه الكمال رد م้تمر تقوم بقى الجسم ده يعني عندها ايه عندها مية وعندها ميوكس اللي بتساعد على هضم الغذاء بهم تقوم تقوم تفرز مية كتير او ميوكس كتير تعمل اديمة وتزود الميوكس برودكشن وتقول للبلد يا بلد هاتي الوسائل الدفاعية بتاعتك انا عندي انفكشن عندي انفكشن جوه جوه الانتستن مش نافع يوم البلد بعت لها ايه بعت لها الازينو فيه بس هي تروح اعمل ايه تعمل اديمة وتعمل ايه وتزود الميوكس برودكشن وتقول للبلد هاتي الازينو فيل بتاعتك بس يبقى ايه اللي هنعرفه في الانتستينا الاستيج انتستينا الميكوزا كوز دي اديمة وميوكس برودكشن وميل دي ازينوفيل طي الماسكورستيج هي رحف خلاص خلصت دورة حياتها في الانتستيج وراحت عشت في الماصل صح تروح اعمل افرام تريد ايه في الماصل برضو هي اهي حتة اللحمة الجميلة اللي احنا منحبها مصر عضلات لقت حاجة معفنة كده رحات غرزة جواه لقت حاجة شكلها غريب غرزة جواه اهي حاجة مدورة كده كده كبيرة ودي مصر فتقوم المصر برضو عامل نفس الحواه تعمل اديمة وهيضاريمية وتقول لبلد هات يا بلد الازينوفيل بتاعتك وتعمل ازينوفيل اكشن بس وتحوطها بقى وتهاجم هو كده جسمنا اي انفيكشن ازينوفيل اكشن وبتاعه في الورد وخلص الليلة وانفيلماتر بس ازينوفيل اكشن بس ازينوفيل اكشن يبقى نعرف ان مصر بيحصل فيها انفيلماتر اكشن اديمة هيبرمية ازينوفيل اكشن نفس الانتستين بالزبط ما حصلش حاجة بس بيقول لي معلومة بيقول لي ان هي بتقل مع الوقت جراديولي سبصيد ليه بقى لان اللارفا مع الوقت هي اللارفا هي بتبقى جوه المصل جوه السريطة المصل تقوم تحصل لها سيست بقى تحوطها مش احنا فاكرين انه احنا بنشرح اللارفا قلنا ان هي كويلد في فيبر سيست شكله لشبه اللامونة تحوط الفيبر السيست ده مضوط كده ومتحوط وساكت على بعضه يوم الجسم مش فاهم الجسم بيلاقي حاجة غريبة ساكتة كده يوم جايب شوية كالسام ومحوطها بيهم ويعمل هالي زي ايه حتة كالسام كده اكنا شفت المتعظم اكنا عضمة ظنونة كده في المصل بس خلاص ما يبقى ولا في انفلميشن ولا انفكشن ولا خلاص وتنتهي والموضوع ينها وفي خلال الشهر الخامس للسادس بس والزينوفيلي نعرف ايه في الصلاة الدية نعرف ان بيحصل انتستينا الستيج وفيه مسكوليستيج انتستينا الستيج بيحصل فيها اديما وهيبرميا وزيادة الميوكس وما يدئ زينوفيلي والمسكوليستيج بيحصل فيها انف اديما وهيبرميا ويزينوفيلي كرياكشن اديما وهيبرميا ويزينوفيلي كرياكشن دي اللي احنا بنقول المصل تقولي يا بلاد هدي الازينوفيلي بتاعتك بس ليه زينوفيلي كرياكشن نعرف ان هي بتقل مع الوقت ليه عشان اللارفة بتتحوض بسيست والسيست ده يجي يجي يحصل يترسب عليها كالسام والجسم بقى خلاص يعتبار هي تتعاضمة صغيرة كده وما يهتمش بيها ولا يبقى تلاقي انفلميشن ولا يحكب وخلاص وموضوع انت في الشهر الخامس والسادس تمام تمام ندخل على سلايد البعدها طيب انا قلت لك دلوقتي الباصولوجي اللي عملته البروزايت جوا جسمك صح صح انا عرفت الباصولوجي عرفت ان هي دمرت عرحت في الانتستين عملت شوية حاجات وعرحت في المصر عمل شوية حاجات ابنت انسان كل ده عمل يحصل في جسمك وانت مش بتحس ليه وانت عدمي الاحساس لا طبعا بحس تخيل ان انتستين بتاعتك عمالها تفرز ميا وميوكس وفيها انفلاميشن وزينوفيلي طبعا هيتحس بايه واجعت واجعت في البطن نوزيا تحس انت بترجع ارفان مش عايز تاكل بومتنج دي اختصار نوزيا بومتنج ضايرية وقبضه من البطن واجع في البطن ضايرية اسهال عملية فرز بقى ميوكس وميا وبتاع لاي يعمل حمام بيبقى اسهال بومتنج رجع نوزيا بقى ارفان عايز يرجع وتلاقيه الدنيا بتلف بيه نوزيا جاستور انترايتس التهاب التهاب في الامعاء اما هاته متعودة عنوزيا هواتنا اخذ انترانك عصبي اذا اخذت الا نوزيا بومتنج غير Couldn't find ns.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n-n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n..n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n. المصل ستفعله المصل ستفعله في السبوع الثاني نخذ بالنا من المواضيع ممكن يقولك ان الاسبوع تبقى كم يوم المصل في السبوع الثالث او الرابع فانت تعرف عطول في السبوع الثاني يعني اول اسبوع انت ستاين ثاني اسبوع في السبوع المصل فيها انفلاميشن تخيل كده انت لو اخذ حقنا في العضلة تحس ان عطلة نقحة لك وفها واجع ومهمد لما تروح مثلا انت اخذ مصل لحاجة مثلا في العضلات تحس ان انت مقفيفر وواجع ومهمد هي نفس الحواء فيفر عنده سخونية فيفر بين واجع ويكنس همدان كده ومش قادر يتحرك المصل المدينة فيلميشن وحورات تبقى واجعاة وتعباة فشية الاديمة ايه فشية الاديمة دي دلوقتي انت عندك عضلات الفشية المصل اللي هي موجودة في الوش فالتهاباته بتاعها يبقى فائد ديما احنا قلنا ان المصل بيحصل فائد ديما وزيادة مش في السائلين صح بيحصل فيش الاديمة اي انفلاميشن يعمل لنا في الامفنود لانه بتهاجم بتهاجم وهي اصلا فالتهابات اكيد هيبقى فيه صعوبة لحد ما تتعافى لحد ما الاستيستي دي يحصل فيها وخلاص والدنيا تنتهي صح؟ والبريزنج عضلات التنفس نفس الحوار ما التنفس ازا بيحصل الوحصه ولا بيبقى بيحصل بسبب عضلات بتساعدنا على التنفس كذلك العضلات دي يبقى فيها مشاكل مشاكل فيه الاعصاب مشاكل في الصوت حبالة صوتية صعوبة في البلق بيعنده مشكلة في البلق بيبلع بصعوب ليه؟ عشان برضه نفس الحكاية عضلات البلع بتاعته المريء بيقى فيها نفس الحكاية انفلاميشن وكده فبيعنده صعوبة في البلق اخر مرحلة اسمها بيسموها انسيستمينت اندربير فيز يعني ايه بقى ايه؟ ماشي خلاص عرفت الاسم ده انسيستمينت وربير فيز دي انسيستمينت يعني بتحوط اللارفة بتتحوط بسيست وبيحصل مرحلة ايه؟ فاكنين ما كنت بقول وخلاص الموضوع دي خلاص والانفلاميشن انتاين دي ما اسمها ايه؟ تصريح لكن السباك الدنيا كان مانيانا ومتغرق مية وبهدلة وبتاعه والسباك جيه زبط الدنيا وخلاص الدنيا خلص ولا بقى في مية ولا بتاعه صلح سباك صلح للدنيا انسيستمينت اندربير فيز دي بتبقى مرحلة من ثلاث لاربع سبية من ثلاث لاربع سبية الفيفر بتبدأ تقل والاعراض بتقل طيب الحمد لله ايه اعراضه تبدأ تقل والفيفر تقل وبعد كده يحصل ويترسل بكالسة مع السيست وخلاص والموضوع ينتحي طيب نعرف ان السيط ديت اهم ثلاث حاجات نعرف ان الستيج في الكرينيكالبكتشن متسامة ثلاث حاجات انتستاينل مسكرة وينسيستمينت والريبير مرحلة التصليح اول مرحلة سبعة ايام ممكن ازام ما يحسش بيها وممكن يحصل فاق شوية نبدأ المسك السكند ويك لسبوع الثاني بيحصل في فرق بين ويكنس دفقالتي في الاي موفمينت دفقالتي في البريزنج في الشيال ايديمة مشاكل في العضلات بتاعت الجسد صح ثلاث مرحلة مرحلة التصليح وتكوين الفيفور بتقل والاعراض بتقل تمام تمام ماشا ندخل على السليل اللي بعدها دياجنوزيس هناشخص ازاي انت رايح للدكتور بتشتكي شوية الاعراض ديت الدكتور شاكل ان انت عندك تراكنلاس بي رئيس وخد منك ممكن الدياجنوز بقى ان هو وانت بتحكيه هتقول له انا بحب اللحمة الخنازير هتقول في النص كده اهوه يقولك انت بتاكل لحمة الخنازير اه يببت دياجنوزيس هنطري الهي ستوري ان انا اخد ايه لحمة الخنازير هي مش متوفة الدات عندكم بس اكيد انت بتروح للدكتور بياخد منك هستوري صح ولا لا صح دي حاجة الوحدة دياجنوزيس اصلا طيب خدت ايه ستوري عايز اتأكد هاخد ايه فاكرين ان ما انا كنت بقول ان هي تروح تقعد في الماصر وكنت بقول ان دياجنوزيس يعني الحاجة اللي باخدها من الانسان عشان تقول انه عنده البرازاية دي ايه ستوريستيج رارفا اللي عايشة في الماصر باخد حتة من الماصر اهي انتواخدين باسولوجي صح وعارفين صور الباسولوجي بقى وعمل الباسولوجي وعارف ده ايه دي جزء كده دي بايوبسي هاخدها وحطها تحت الميكروسكوب ولاقي هلاقي السيستة هي هلاقي اللارضة ومتحوطة بسيستة هي وليمونشة بشكل الليمون خلاص يا عام انت عندك المرض ده انت عندك ترايكن الله خلاص دي الموستيكمن هي الماصر بايوبسي خلاص هتخلاص لنا الدنيا طيب مفيش امكانية ان انا نعمل ماصر بايوبسي او مفيش اي حاجة مش عايز اعمل ممكن اعمل ايه تاني ممكن اعمل الاسي بيسي يطلع لزينوفيلية فاكرين وتقول لما البرازاية بتعطي في الانتستن او بتعطي في المصر بتعطي تقول يا دم يا دم ابعت لزينوفيل عشان احارب المرض ده الزينوفيل بتعلى طبعا ما هيتروح بقى وكده والدم بيعد يتكونها كتير عشان عشان تعلى وتهاجم الانفكشن لو عملت سي بيسي تصور الدم كاملة هلاقي عنده زينوفيلة عالية طيب ممكن اعمل اليزا اليزا دي التبع الاميون سيستم هلاقي عشان اشوف الانتيباضي انتيباضي اللي يضد التريكنيلا وممكن اشوف سيرم السيرم تحليل السيرم هلاقي المصر الانزيم عالية فيه مصر الانزيم عالية فيه تحليل يبقى اهم حاجة عندي المصر بيوسي تريت منت تعالج ازاي بقى طيب اول حاجة عندك اول حاجة عندنا ايه ميبندزول هو الدرج افشوت انت رحت للدكتور انت لقى عندك المرض ده شخصك خد يا معلم ميبندزول ليه ميبندزول خلاص هو هو اصلا الدرج ده اللي بيعالج معظم البرزاية طيب هاب يا دكتور انا همدان والله ومصدع وجسمي بيوجعني وعندي فيفر همدان استريح يا معلم طيب جسمي بيوجعك خد انالجيسك مسكنات طيب عندك فيفر خد سلسلات بس خلاص اي حاجة عنده علاج له حاجة السبب دي هاب عندي شوية ده جع في البط هاب انا برجع يا دكتور برجع وارفان وعندي سهل والله ومش عارف ايه ده واحد ممكن يدخل في مرحلة جفاف عمال يفقد الكتوراية كتير في ما بيعمل دايرية وميعمل فومتينج هعمله في لود الكتوراية بالانس وعلق له محلول بس طبعا نازم اعمل له الحاجات دي واحد تعبان وعنده مشاكل ديت هعالجله هعالجله مشاكل اللي موجودة في جسم وقدله العلاج اللي ده ده المره طيب افرد لي ان البرزاية دي رحت على حاجة خطيرة يعني ايه ايه اخطر حاجة في اسمك ايه فكر كده معاي القلب القلب والدماغ نفترض ان البرزاية دي رحت عمل انفراميشن في سين الناس او رحت عالقلب عملت مايوكاردايتس لتحف عضلات القلب هتقولي ايه ده تحف عضلات القلب او مش بتروح تحوط في العضلات بتعمل ايديمه وهي برميه وزود ايديمه ايوه ما هتعمل كده في القلب برضو مايوكاردايتس طيب لا انا اكيد مش هديلهم بيبندزول وعالجله وبيدرسته ومش عارفة ايه هديل استوريد استوريد هي اللي بيجيب من الاخر دي اللي بقرابد ريليف ده عنده مايوكاردايتس يا عم يعني انا مش عايز الموضوع يطول عش جانبية كثير فانا هتدير استوريد بيقولك ملحوظة ان الكورتيكوستوريد بيتقلل الانفرمات الرياكش معروفة يعني حاجة سهل ماشي اه بس كده ايه الاهم حاجة عندي هنا في السلايد دي بيبندزول دراكف الشويس واستوريد لو عنده مايوكاردايتس ويانس انفرومين ودي اسمه ايه اللي اتنين دول معلش اه اميونوريجيك رياكشن اللي اتنين دول اسمهم اميونوريجيك اسمه معلش اه اه سوري اميونوريجيك رياكشن هعلق دي اسمه علاج للاعراض علاج اعراض يعني هو عنده عراض معين انا علاجه له عراض ده هبوه مش عنده خلاص يعني هو مش تعبان ما تستريحش ما عندهش ديرية وفومتنج مش هعمل له فليود والكتوريجيك بيانس بس عنده الحاجة دي هعملها جواه تمام تمام اما حاجة عرفنا ميبندزول اي حاجة انا عاملها في السلايدات بالاصفر الاصفر الغامق ده او البني شوية دي مهمة وبتيجي ام سي كيوه وانا جايبها اصلا من الام سي كيوهات اللي موجودة في من وك السنين اللي الفاتت وامتحانات السنين اللي الفاتت طيب اكيد انت دلوقتي تقدر تقولي ازاي هنقدع المرض المرض مرتبط بايه مرتبط بيلخنازير ومرتبط بالفران ومرتبط بأننا باكون لحمة خنازير ومش مطبخ كويس صح صح طيب يبقى اول حاجة ايه اول حاجة ايه يعني تخيل من موضوع اطبخ اللحمة كويس بس اطبخ اللحمة بتاعت الخنازير كويس أخزن اللحمة كويس أخزنها عند درجة سالف 15 لمدة 20 يوم حاب لو أنا أخزنها فترة بسيطة يبسالي بتلاتين حابوا ليه ليه أخزنها عند الدرجات دي عشان درجات حرارة بردة قوي عشان أقاتل اللارفة لو هي اللارفة موجودة في الماصفز بتاعة البورك ميت دي أنا أقاتلها لما أخزنها عند درجة حرارة قولها إيلا قوي كده ماشي ماشي أو أن أنا دلوقتي هبانا الخنزير دي بتاكل قزارة ممكن تاكل خزارة فران قزارة فران أو بتاكل فران ميتة حاجات قرف صح ربي ربي الخنزير في طريقة كويسة إيه يا معنم القرف ده هل لبالك يعني أكلها لحمة أكلها قصدي عجب كويس أكلها حاجات نظيفة نظف تحتها يعني مش مش نتخلها تاكل القزارة والحاجات دي يبانا هربي الخنزير كويس ونظف تحتها كويس ويأبخ اللحمة كويس وخزن اللحمة بطريقة كويسة بحيث إننا لو هي فيها لارفة قتلها في حاجات كمان إننا ممكن أقضع فران صح ممكن أقضع فران في حاجات وممكن إننا مثلا ما كلش لحمة وخلاص ما كلش لحمة خنزير يعني حرام خلاص أكتر من كده إيه حرام ما تكلش لحمة خنزير يا معلم بس يعني كده ممكن أقضع على البرازايل كده خلصنا تقريبا إحنا كده خلصنا المحاضرة بس لسه بقى إيه الستارز الستارز اللي هنقولها الستارز بتاعتنا هتفكرنا بالمحاضر يعني إيه أول حاجة ترايكنيلوزيس يعني إيه ترايكنيلوزيس المرض الدزيز أنا قلت لك إن الدزيز اسمه إيه اسمه ترايكنيلوزيس المرض بتاعنا النهاردة يعني في المصل بتاع التل اللي فيها ترايكنيلة سبيرالس هم أطلقوا عليه ترايكنيلوزيس انا اسمعت اسم تراءكنلوسيس قبل Milton برقي BC ايه ده ايه الحاجات دي فاكرين اما انا كنت بقول الفيميل بتاعت البرازايل كانت ولا ده ولا ده ما بتجيبش اج بتجيب لارفا صح في في بيروس في في بيروس ما بتجيبش اج بس يجي في الامسي كيو يقول لك ترويكنيلا سبيراليس هاذ اج ستيج ولا مثلا في الصح وقلط انت تعمل صح اللي وكله بقى في اج وبتاع لا دي الوحيد اللي نفعش اج في في بيروس او ممكن يقولك ترويكنيلا سبيراليس امسي كيو بي بيروس حاجات هلمينسيس مش عارفك حاجات كتير كده فانت تكتر في في بيروس دي النقطة كده الامسي كيو بيعتمد على الستارس الستارس دي النجوم الحاجات التسكيمات حاجات زي كده ممكن السلايد دي تاخدها سكرين كده وممكن اصلا يبقى كل الامسي كيو اجابته بالحاجات دي تفتكرها على طول ان هي ترويكنيلا سبيراليس ان هي بورك نوكيستيج في بيروس ولا ده ما بتجيبش اج بليمون شاب اللي كانت شبه الليمون شاب افتيكر كده ارجع معي بالورا اه دي لارفا اللارفا كانت اه محاطة في فيبر السيس هي كولدي حاولين بعضها ومحاطة في فيبر السيس على شكل ايه على شكل لمونة صح صح دي اللارفا بتاعتنا اهو انا كده يعني اعتبر رجعتلك اول ثلاث سلايدات في في النقط دول صح سيرد ستيجي لارفا ايه سيرد ستيجي لارفا ايه سيرد ستيجي لارفا ده خلق جوا جسمك عملت المشاكل دي طيب وسيرد ستيجي لارفا دي برضو ايه تاني دي بتبقى موجودة في المصل بتاعت الانسان يوم الدكتور بما يكون عايز يعمل دياجنوز ياخد مصل بيوبسي دي غيرى دي ويلاقي فيها السيرد ستيجي لارفا طيب ندخل علي بعدها انتسينا الاستيجي وماسكر استيجي سبب ايه دي انتسينا الاستيجي ان هي كانت اه في الباسوليش الكننandez كل بيكيدشر كان بيعملوا ايه بيعملوا حكتين انتستينا الاستيج ان هي بتروح في الانستنان بتعمل فيها ايבה اديما وهيبرانيا و تقوم اليها بتقوليا يا بلد يابيض يابعتلي ازينفيل علشان انا انا مش اادرة انا مش قادرة لازم احارب المرض ده ريبعات لا ازينو فيه دي الانستينا كذلك الماصل نفس الحوار برضو يحصل فيها وكنا نقول انه بيقل مع الوقت عشان بيحصل ان اللارفا بتحوط نفسها بسست والسست دي بيترصف فيها كالسيا طيب والكالسيان ده خلاص ما بقاش في الفلاميشن فيقوم الاعراض تقل صح؟ طيب اعرف برضو في الانسان الالستيج في الكلينيكال بكتشر انه كان بيحصل نفدأ نوزيا وفومتنج وابدومنالبين وضيارية وممكن يبقى السمتماتيك وفي الماصل ايه اللي بيحصل في الكنينيكال بكتشر اعرف انه هو كان بيحصل في الشيال اديمة بيحصل بين ويكنسي همدان تعبان يا دكتور مش قادر اخد نفسي وشي تحس المليون مية كده ومنفوغ تاني مش قادر يبلع كويس وكان فيه تالت مرحلة اللي هي كانت مرحلة الانسست منت انت ريبير ودي كان بيحصل فيها خلاص بقى الاراض بتقل اه، ما ننساش ان المرحلة الانسستيني في الكالكيتشر كان بتقعد سبعة يام ومرحلة الماسكر في الكالكيتشر كان بتقعد بتيجى في الاسبوع التانى ممكنτη قولك مهمة وثالث مرحلة اللي هي الريبيلوين سيستيمنتك هنسمها اقوم فيلسانس استيج لغا ده وقت احنا رجعنا على الاهم النقط المهمة رس ندخل ازينوفيليكرياكشن ما ننساش مجي يقولك في الامسي كيو ايه الخلايا اللي بتزيد في بتزيد في الترايكنيلا سبيراليس تفتكر ان هي ازينوفيليكرياكشن فاكريني يا زينوفيل تعال انكو زيني افتكر الكلمة دي يا ريت تفتكرها والله انا عارف ان انت بتتحك دلوقتي بس يا ديه اللي هتفكرك في الامتح زينوفيليكرياكشن مصل بيوبسي ايه ده مصل بيوبسي دي ايه الدكتور لما كنا منروح له كان بيعالجنا كان بيعالجنا بيعالج ازاي بياخد منك هستوري انت كلت الرحمة الخزير وبعدين بياخد مصل بيوبسي من المصل بتاعتك ويلاقي فيها ايه سردستيجي لارف كان ممكن نلاقي زينوفيل بسي بسي ممكن يعمل بس دول اهم حاجة زينوفيل ومصل بيوبسي العلاج ميبندازول ميبندازول ماشي ده اهم حاجة دراجف شويدز فاكرين ايه تاني كان ممكن نقول انه هو في العلاج انه هو يعمل ايه تاني ايه ديستوريد لو فيه مشاكل في مايكورديتس اهم حاجة مخ وقلب مخ وقلب مايكورديتس وسينيس وممكن لو عنده بقى هامدان مش عارفة ايه خد سلسلاتي عام وخد مسكنات وبيدريست وعملو فلودو الكترويت بالانس عشان ايه هو رجع كتير وعمل ديارية كتير دوت فقط ممكن يؤدي الى جافة صح البرفينشن انا ايه ابو خلحمة كويس ارب الخنازيل كويس وحيطة نظيفة وخزنها درجة حرارة ليلة جدا في التجميد عشان اقتل اللارفة ماشي ماشي دول الستارز معانا النهاردة والستارز ديت يعني انا مامشي فيها بطريقتي يعني دايما في المذاكرة كده كل محاضرة فيه ستارز كده يعني اتا لو مسك القلم الاصفر ده وماشي تحدد تحدد بقى ايه الحاجات دي تحدد الحاجات اللي هي المهمة اللي هناك تشوفها اه دي كانت كده وواصل步 سنقوله كده الاسئلة بتيجي على الستارز اس distracting بتيجي على الحاجات المهمة كده اللي بتلمع اللي بتقولك انا البرزاية دي انا البرزاية دي هتقول لي ما انا ممكن انا احفظ انا فاكر البرازات كلها ليه? ليه افتكر السايرز بس? ما انت ما تاخد كم برازات مع بعض? هتنسى. لكن السايرز كده مرة واحدة هتفتك. اه ندخل بقى على الكواشنز. ترايكينيلا سبيراليس كان بي فاوند ان? تي بورك بورك او اسي اسيست وي بيف. بورك اكيد بورك يعني لحم الخنزير حبني اتكلم على الخنزير والحوارات دي. فالسؤال ده ممكن يبقى سهل جدا. وس انت ما تبقىش فاكر ترايكينيلا سبيراليس موجودة في بورك. يعني يريدت نفتكر ترايكينيلا سبيراليس بورك ممكن نقول ترايكينيلا في النقط بورك بورك. يعني حانونا. تسكيمات اصد تسكيمات الحوارات دى نحن كنا منقول ايه بياكل لحمة مش مضبوقة كويس ыпياكل لحمة مش مضبوقة كويس يعنى اكيد الاختيارات التانى بي انجيشن ايش اولنا ايه الدكتور بياخد عينة من المصل اينة من المصل increasingly اهم حاجITE حب انت مجد تقولي الالايزة تنفع والسيروم انزيم وزينوفيل بس كنت تقولك ان ده المصد خلاص انا خدت عينا لايس فيها مصر بيوبسي لقيت فيها اللارفا خلاص يبقى هو عنده الترايكنيلة دراج اوف تشويز في علاج الترايكنيلة سبيرايلز ميبندازول ماشي صح ميبندازول ده اصلا اهم الدراج اه بس كده انا خلاص المحاضرة بتاعت النهار ده واتمنى اكون عجبكم الشرح وفهمتو يعني فهمتو كويس اهم حاجة عندي انتو خرجوا فهمين وعارفين النقطة المهمة زي ما اقولكو الستارز المهمة دي اللي بتيجي في الامسي كيو اهم حاجة عندي اهم حاجة اتعرفوها الحاجات اللي انا عاملها بالبونت الاصفر او اللون البوني شوية ايه دي اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة تعرفوها في المحاضرة حتى لو انت مش قادر مش مش تلحق اه تذكر محاضرة كويس شوف البونت دي وان شاء الله ممكن يجي منها الامسي كيو اصلا وفي ملف الامسي كيو هينزلكو اه يا ريت حلو كويس الدرجات البارة اخسارة تضيع يعني انت مش عارف عندك كم محاضرة البارة في الماسكرو تلاتة او اربعة مش صراحة مش متذكرة او مش فاكرة قوي بس الدرجات دي هتنفعك لان انت مستمي بتنقص في الباصولوجي بتنقص في الاناتومي الحاجات دي لان هي بتاقص صعبة شوية البارة سهلة جدا فانت اخسار انت تضيع درجاتها انا فاكرة انا في الماسكرو سمعت المحاضرة في ساعة تقريبا ولا حاجة كانت ثلاث محاضرات مع بعض سمحتهم ريكورد سريع كده بسرعة سكيم لوحدة صاحبتي وسبحان الله يعني دخلت حلتهم وحلتش الاناتوم والباصولوجي فما تطنيش البارة لان هي سهلة ودرجاتها مضمونة حلل انت مش مطلوب منك اللي هتسمع المحاضرات ان شاء الله حتى سريع على خمسمية وذكر الملف بتاع المحاضرة وتحل الامسكيو ع السريع ممكن تشوف الستارز دي قبل ما تسخوا الانتحان ع السريع كده وان شاء الله انا متأكدا مش هتخرج عن الستارز اللي بالبونت دي بإذن الله يعني لو في حاجة مش فهمنا او عايزين نقعيد حاجة اكتبولي في الكومنتس وفي الفيت بقى والسلام عليكم ورحمة الله